بعد التهجير القصري الذي تعرض له سكان سهل نينوى بعد سيطرة داعش عام 2014 سيطر الأحباط واليأس على الكثير من شباب هذه المناطق لكن تجربة الشوارع الثقافية التي انتشرت في محافظات مختلفة دفع بشباب هذه المناطق إلى إنشاء شارع ثقافية بمنطقة برطلة بهدف تنشيط الحركة الفنية والأدبية والتمسك بالحياة أثناء النزوح أثناء اشتياح داعش لمنطقتنا سهل نينوى العزيزة تغربنا إلى أو تهجرنا إلى مدينة الكوت مرودتني فكرة أن أنقل ذاك التجربة تجربة شارع دجلة الثقافي في محافظة واسط إلى شارع سهل نينوى الثقافي في داخل محافظة نينوى ويقول القائمون على مشروع الحركة الثقافية أن فكرة هذا الشارع ولدت من رحم النزوح والتهجير الذي تعرضوا له بأمل إنعاش الثقافة والتعايش السلمية بين مكونات سهل نينوى الذي كان يفتقد مثل هذه التجمعات الثقافية التي تضم المطالعة والكتب والحرف الفنية والرسم بأنواعه وغيرها من الثقافات نحن مجموعة شباب كنا في مختلف محافظات نتلتقي في السنة مرة أحيانا أنا كنت في السليمانية أصدقائي كانوا بالكوت قسم في النجف نحن عندنا فكرة أنه نفتح متنبي مصغر فعلينا سهل نوى لأنه سهل نوى مجموعة أقليات وأطياف وأديان بها شبك بها يزيدية بها مسيحية بها عربية أكراد طالب بالإكثار من هذه الحركة أنها مفيدة لتنوع أفكار المجتمع وإن شاء الله هذه المبادرات تتوسع بشكل أوسع الباقي من المدن في سهل نينوى وبفكرة مستوحات من أن الكتاب سفير جميل للثقافة والمدن التي لا تقرأ هي مدن ميتة بادر شباب وأكاديميون مثقف من الموصل وبغداد لمشاركة وزيارة رصيف سهل نينوى الثقافية الشباب كانوا فرحانين جدا بأنه زيارة هذا الرصيف تجربة جديدة لمدينة تجربة حياة جديدة لمدينة بالتأكيد سيكون لنا وقفات مع هذا الرصيف ووجه مثقفون موصليون دعوة إلى أصحاب الأرصفة الثقافية في البلاد إلى إنشاء جمعية أو اتحاد الرصيف في العراق لنشر التسامح والتبادل الثقافية ودعم الحركة الثقافية بأسلوب منظمة ويسعى القائمون على هذا الرافد الثقافي رغم بساطته من تطويره لتكون ثقافته ياسمة الأبرز بين مكونات هذا السهل في محاربة أي فكر متطرف دخيل من سهل نينا وهيث محمد الحرة